الذي هو مصدر التقوى والطاعة ومن تمام صفاء الروح بالصيام قيام رمضان وقراءة القرآن والاعتكاف في العشر الأواخر والصوم عبادة فريدة تمتاز من غيرها وعن غيرها من العبادات بأن اختصها الله سبحانه وتعالى له وهذه الخاصية ميزتها عن سائر الفروض لأنها بعيدة عن الرياء وخالية من يترك المؤمن فيها طعامه وشرابه من أجل عبادة قد أمر بتأديتها صلاة صيام عثابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين آمين ألفنا آم را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأبل فسوف يعلمون وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذين ازل عليه الذكر إنك لنجلون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسعورون الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جعلنا في السماء برعيا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض بددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقه وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين إنكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك اللي يحشرهم إنه حكيم عليم الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العلين الرحمن الرحيم فالك يوم السين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من همأ مسنون والجن خلقناه من قبل النار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طلصال من همأ مسنون فإذا سويته ولفقت فيه من روحي فقعونه ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشاء خلقته من صلصال من همأ مسنون قال تخرج منها فإنك رهيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فعنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظر إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغينهم أجمعين إلا عبادك منه المخلطين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا بل اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء نقزون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذي لأدعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الظالمين آمين إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ولزعنا ما في صدورهم من غل إخوالا على سرر متقابلين لا يمثهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني ألى الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتوني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القالطين قال ومن يقلق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا اذرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بططع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومقوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المذينة يستمشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأقدتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم شجارة من ستين إن في ذلك لآيات للمتوسنين وإنها لبسبيل مطين إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أخحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين الله أكبر سمع الله لمن حمد وقفنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية بصح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آسيناك سبعا من المساني والقرآن العظيم لا تمتن عليك إلى ما فتعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جلاحك للمؤمنين وقل إني ألن نذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عن ما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستفذين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبش بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الظالين آمين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من رباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق أنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيلة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لغداكم أجمعين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده صبنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الذي أنزل بنا السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لهاية لقوم يتفكرون وتحقر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم متقرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وهو الذي تحقر وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألواله إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي تحقر البحر لتأكلوا منه لحم طريا وتستخرجوا منه حلية تلبتوا لها وترى الكلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وتبلا لعلكم تهتدون وعنامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيا ليبعثون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرب أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير أولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيا لهم من القواعد فقر عليه مستقف من ثوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخذيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالم ينفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبئس متوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدم يدخلونها تجري من تحتها الأبنار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الأكبر الله أكبر الله الأكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهد على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتربوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين له الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبضئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده خطنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخضف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروينا ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشبائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من توقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تستخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهدون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تستخون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده بله ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم ورحمة الله السلام 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 عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله